صباحكم سعيد مجددا أحبتنا مشاهدين برنامج جوم جديد من التكنولوجيا والتقنية إلى الطب وفقرة طبية وتعنى بجراحة الوجه والفكين والدكتور محمد الشياب مساعد عميد كلية الطب بالجامعة الأردنية سنتحدث عن جراحة الوجه والفكين تحدثنا أحبتنا بفقرات طبية عديدة وبسوأ أن نصلط الضوء على هذا الموضوع وتفقر نوعا ما لا يتسمونها نوعا ما خفيفة على أحبتنا المشاهدون بهذا الصباح نصلط الضوء على موضوع جراحة الفكين على وجه التحديد ونتحدث بشكل إيجابي بالمناسب لأن ما يقال أو ما يشاع أن الأورام وجدت فهي الأورام الحميدة كأكثر نسبة لأعلم إذا أخطأت صححني دكتور محمد بهذا الأشياء تحديدا أسعد الله صباح شكرا لك وشكرا لفريق البرنامج على هذه الاستضافة الطيبة وإتاحة الفرصة للحديث أمام المشاهدين الأردنيين الأحباء حقيقة عندما نتحدث عن موضوع الأورام الحميدة والأورام الخبيثة في جراحة الوجه والفكين نحن نتحدث عن تخصص رئيسي وهام جدا في جراحة الوجه والفكين أو أي تخصص حقيقة يكتسب أهميته لقربه من حياة المريض ولتهديده لحياة المريض حتى نطرح الموضوع بطريقة بسيطة واتصل لأخوة المشاهدين نستطيع أن نقول بأن هذه الأورام إما أن تكون في مسارها حميدة أو أن تكون في مسارها لها تصرف خبيث أو تكون عدوانية على الأنسجة المحيطة لكن الأورام الحميدة بشكل بسيط هي أورام تؤثر بشكل سلبي على المنطقة المجاورة لها فقط في غالب الأحيان ولا تتعدى هذه المنطقة أو لا تنتشر إلى مناطق بعيدة عن المنطقة التي تصيبها أما الأورام الخبيثة فلا تحترم الأنسجة القريبة أو الأنسجة المحيطة كمين هذا مصطلح؟ لا تحترم نعم صحيح يعني هذا مصطلح عادة يستعمل في المراجع العربية جميل أنا أستعمله بأن الأورام الحميدة تحترم الأوعية والأعصاب الدموية الأورام الخبيثة لا تحترم الأعصاب والأوعية الدموية لذلك تجد مثلا في الأورام الخبيثة من أهم الأعراض في المراحل المتقدمة النمل أو الخدر أو التقرح أو يعني تمزق الجلد مثلا تمزق الغشاء المقاطي لكن هذا الشيء غالبا ما يكون مش موجود في الأورام الحميدة حتى لو كان في مراحل المتقدمة حقيقة فعندما نقول أورام حميدة يعني من البداية حتى نسهل الموضوع نحن نتحدث عن أورام تصرف حميد نوعا ما على أنسج الجسم بالرغم من أنها تؤدي إلى اعتداءات محدودة على المناطق المجاورة على عكس الأورام الخبيثة جميل دكتور محمد لا ينحصر موضوع جراحة الوجه والفكاين فقط بما يتعلق بالأورام هو اختصاص معين لكن لا ينحصر تحديدا بهذا الموضوع ما هو تعريف جراحة الوجه والفكاين بعيدا عن اختصاص الأورام سواء كانت خبيثة أم حميدة هو اختصاص حقيقة في منطقة المركب الوجهي بشكل عام بما فيه منطقة الفكاين هو يبدأ في منطقة الفم في منطقة الأسنان في منطقة إطباق الأسنان ويتعدى ذلك إلى منطقة الفك العلوي والفك السفلي وكل عظام الوجه حقيقة هو اختصاصنا يعني يشمل كل المناطق الوجهية سواء كانت من أنسجة صلبة أو أنسجة رخوة فجراحة الفم والفكاين يعني حقيقة بكل الأمراض التي تصيب منطقة الوجه والفكاين سواء كان هذه الأورام يعني تصيب الأنسجة الصلبة أو الأنسجة الرخوة بنفس المحور دكتور محمد ما يشاع دائما عند الذهاب إلى طبيب الأسنان يعني كالمعتاد أو شيء التقليدي سواء كان بقلع الدرس أو يعني عمل تجميل معين على سبيل المثال يقال عند البعض أنت بحاجة إلى جراحة بهذا صحيح يعني هو في نهاية الموضوع يعني الخطوات العلاجية أو التشخيصية تبدأ من مرحلة بسيطة للمرض إلى مرحلة متقدمة من مرحلة تحتاج إلى وقت بسيط تحتاج إلى إجراءات بسيطة غالبا ما يعني يمكن أن إجراءها في أوت بيشنت كلينيك أو في عيادة يعني خارج العناية الكثيفة قلنا نسميها لكن في الحالات المتقدمة في الحالات التي تحتاج إلى وقت أطول فإن نحتاج إلى معالجة جراحية في الحالات التي تحتاج إلى مثلا معالجة تستهلك وقت في الحالات التي تحتاج إلى نوع من أنواع السيطرة على ألم بغير الطريقة التقليدية مثل التخدير الموضع مثلا إذا أردنا أن استعمال بعض المسكنات العامة أو التخدير العام فنقول للمريض بأنه إحنا في حاجة فعلا إلى حاجة وطبعا طبعا كثير من المرضى مثلا من أهم الأسباب مثلا الخوف خوفه من المعالجة السينية إذا كان عنده فوبيا فأكيد رح يطلب هذا الأمر إجراء علاجي تحت التخدير العام أو تحت التسكين النسبي وهذه الخدمة حقيقة موجودة في معظم مستشفياتنا وخاصة في مستشفى الجامعة الأم جميل جدا بما يطلق بمصطلح شائع أيضا دكتور محمد الخراج يعني بالمعالجة السينية أو بمحاذاة السنية نتيجة التهاب معين فطريات على سبيل المثال عدم اهتمام قد يكون بتنظيف الأسنان هنا يتم تأجيل على موضوع المعالجة السينية أو الجراحة عند انتهاء هذا الالتهاب على وجه التحديد يعتبر الآن موضوع الخراج بهذه التسمية الشعبية أو الدارجة اللي أحبتنا لا هو تسمية طبية أو تسمية طبية جميل جدا الآن تنسحب على موضوع أنه يعتبر من الأورام الحميدة على سبيل المثال أو أنه التهاب فقط لا هو سؤال جميل جدا حقيقة يعني عندما نتحدث عن أورام بشكل عام وخاصة الأورام الحميدة ليست كل الأورام الحميدة هي أورام حميدة بيرسي أو بشكل خالص لكن هناك أشياء تشبه الأورام أو لديها أعراض سريرية قد تؤدي إلى نفس الصورة السريرية للورم في نهاية الموضوع لكن في حال الخراجات السبب واضح هنا هو التهاب بكتيري أدى إلى تحريض بعض الخلايا وإنشاء ما يسمى بالكيس أو إنشاء ما يسمى بالورم الالتهابي هذا أحد أشكال الأورام في نهاية الموضوع جميل هو أحد أشكال الأورام الصورة السريرية له تعطي نفس الشكل الورم بشكل عام لكن الورم الحميد هو تكاثر يكون ظاهر دكتور محمد الورم الحميد كالخراج على سبيل المثال يكون هناك انتفاخ معين بالوجه يعني في مؤشرات واضحة كل الأورام الحميدة أو الخبيثة لا تظهر إلا عن طريق الصدفة أو في المراحل المتقدمة يعني في مرحلة تكون مخفية صامتة تكون في مرحلة في مرحلة المبكرة صامتة ويعني لا تعطيك أي عرض من الأعراض إلا بالكشف المصادفة يعني كأن تأتي إلى طبيب الأسنان أو الجراح في المفكين لإجراء علاج روتيني معين وبأخذ صورة معينة يمكن أن تكتشف وجود مثلا كيس سني أو وجود ورم حميد أو حتى خبيث في مراحل المبكرة هو صامت لا يؤدي إلى عراض في معظم أنواع الأورام الحميدة أو الخبيثة كيف يكون الموضوع مناسب لدى الشخص بالكشف المبكر يعني هذا بحاجة إلى وعي ترب المناسبة طبعا هذا يعني وإلى ثقافة ليس فقط عند مراجع طبيب الأسنان من أجل يعني إيقاف ألم معين أو يعني تجميل أو قلع ضرس على سبيل المثال يعني ممكن أن المواطن متى يبادر المواطن بالسؤال لدى طبيب الأسنان أنه أنا أريد أعمل كشف يعني مبكر بما يتعلق بموضوع المعالجة السنية للإطمئنان هو الحقيقة هو يعني مبادرة من المريض بفحص دوري نقول فحص دوري ومنطلع أو إذا كان هذا طبعا صحيح يعني يختلف باختلاف المستوى الثقافي ودرجة وعي المريض للالتزام في مثل هذا الفحص الدوري بالإضافة إلى ذلك أنه إذا حس المريض أو شعر أو لديه بعض العلامات التي تنذر بشيء معين كتغير مثلا في لون الغشاء المخاطي حركة في الأسنان مفاجئة على سبيل المثال تقرح غير قابل للشفاء كلها أعراض تنذر المريض بوجود شيء معين يستدعي الزيارة لجرح الفم الفكين للوقوف على أسباب مثل هذا التغير نعم المدخن على سبيل المثال الشخص المدخن التدخين يؤثر سلبا على المعالجة السنية المرتبط بموضوع الأورام الحميدة أو الخبيثة أو الالتهابات البكتيرية كالخراج على سبيل المثال نعم والتدخين بشكل عام يجعل الشخص مستعد للإصابة بكل الالتهابات يعطيه جاهزية يعطيه جاهزية يجعله مستعدا أكثر من غيره للإصابة بالالتهابات لأنه يؤثر على وظائف كرية الدم البيضاء وبالتالي يجعل الشخص مستعد للإصابة بكثير من أنواع الالتهابات بالإضافة إلى أن التدخين هو من العوامل الخطورة يعني الأكثر شيوعا للأورام الحميدة أو الخبيثة لكن لن نستطيع أن نقول أن التدخين هو سبب مؤكد للسرطان لكن هو من العوامل هو منح جاهزية هو يمنح الاستعداد الآن نشاهد دكتور محمد عبر الشاشة بعض الصور هذا أخرى يعني ورم هذا يعني أنا أحطي التسرايد هذا على أساس يعني أحكي عن أهمية الفحص المبكر حقيقة فهذا مثلا كيس سني مرتبط بضرس العقل اكتشف عن طريق الصدفة بمراجعة المريض الروتينية فهلا الكيس السني هذا إذا اكتشف في مرحلة مبكرة علاجه يكون حقيقة سهل ويسير ولا يترك أثار كثير على المستوى الوظيفي والجمالي بينما في أيضا يعني هذا ورم حميد وليس كيس سني ورم حميد اكتشف أيضا عن طريق الصدفة يؤدي إلى يعني لقصنا في الفك السفلي في الفك السفلي أدى إلى حركة بعض الأسنان مثل الأنياب والضواحك بالإضافة إلى امتصاص في الجذور الأسنان الأمامية هذا أيضا يشعر الشخص أو المريض على سبيل المثال بألم كما أسلفت هو في بداية الموضوع صامت لكن قد يشعر بعض التغيرات البسيطة في المراحل المبكرة مثل حركة الأسنان أو التقرر هنا مثلا الكيس هذا السني ترك ولم يعالج اكتشف بالصدفة لكن في مراحل متأخرة أدى إلى يعني تآكل في عظم الفك وأخذ مساحات أكبر من الصورة التي شفناها قبل قليل وبالتالي معالجته حقيقة ستكون أصعب على المريض ولها مضاعفات تترك يعني أثار تجميلية ووظيفية حد على المريض هنا مثلا هذا ورم حقيقة ورم أدى لتآكل فاكتشف في مراحل المتأخرة هنا أكيد رح يترك أثار يعني تجميلية ووظيفية سيئة على المريض لأنه اكتشف في مراحل متأخرة لو اكتشف في مراحل مبكرة سيكون تأثيره حقيقة على الناحل الوظيفي والجمالية في حد الأدنى هو مراجعة الطبيب طبيب الأسنان بشكل دوري دكتور يسهل بموضوع الكشف مبكر بالإضافة إلى ذلك في أهمية كبيرة جدا هو وعي المريض وثقافته يعني المريض نفسه يجب أن يكون لديه الوعي المعرفة عن الأمراض لا يستسهل بموضوع المعالج الأسنانية أو التأجيل أو التأخير أنا أقصد أنه يجب أن يكون طبيبا لنفسه يعني يجب أن يفكر ويقرر أنه تقرح على سبيل المثال في الغشاء المخاطي دام لمدة طويلة قد ينذر بوجود شيء معين على سبيل المثال أن الأورام الخبيثة مثلا قد تتصاحب في نمل وخدر وحركة مفاجئة للأسنان مثلا ليس مثل الأورام الحميدة يجب أن يكون لديه إحساس من هذا القبيل حتى يكون لديه الحافز لزيارة الطبيب الأسنان والزيارة الدورية بشكل منتظم بما يتعلق بموضوع اللثة أيضا دكتور محمد لك اكتشاف مؤخرا كما تحدث بعملية جراحية على وجه التحديد حقيقة بالشفة السفلية وليس باللثة وليس اكتشاف أنها عملية روتينية هو سلطان في هذا النسق نحن نتحدث في نفس النسق أنه سلطان إذا اكتشف في مراحله المبكرة حقيقة فإنها معالجة تكون سهلة ويسيرة وبسيطة ولا تترك أثار كبيرة على المريض أنا حطيت السلايد عن المريض نفسه ومريض جاءنا عنده سلطان في شفة السفلية أنا حبينا نشاهد السلايد ترى قد تكون صورة مرعبة في بعض الأحيان كونه يعني إحنا الآن بفترة صباحية لكن حبينا نستعرض من خلالك الآن هو تقرح الصحيح تقرح كان في منطقة الشفة السفلية دام لمدة ست شهور عند المريض ولم يراجع الطبيب على الطاق تخوفا من المجهول كما يقال ولكن يعني أجبر بعد ذلك طبعا بعد ما جرب كل أنواع العلاجات مثل مطادة الهوية كعادة الكثير من الواطنين هو مدخن ولكن مشه بسموكر يعني خلنا نسميه يعني لا يدخن أكثر من عشر سقائر في اليوم وهو مدرس تروية رياضية بالمناسبة يعني رياضي برغم من أن الرياضة والفيزيكا هي من العوامل التي تقلل من حدوث السرطان لكن كما أسلفت أن هذه عوامل خطورة لكن ليست عوامل أكيدة في إحداث السرطانات الفموية فبعد ذلك طبعا زار مستشفى الجامعة الأردنية أول إجراء نقوم به في وجود قرحة تثير الشكل لدى الطبيب هو أخذ خزعة أو عين ناسجية من هذه القرحة بعد قراءة العين الناسجية وجدنا أنه هناك في السرطان قد أصاب الشفة وهو من الأنواع الأكثر شيوعا في الفم وهو اللي نسميه سكوامس الكارسينومة أو سرطان الخيالية البشروية أو عرشوفية اللي هو الأكثر 90% من السرطانات في الفم تكون من هذا القبيل هلأ اكتشف حقيقة يعني حظه كويس أنه إيجا في المراحل المبكرة وصنفناه بعد أخذ الصورة الطبقية لمنطقة الرأس والعنق على أنه هو في المرحلة الثانية وليس في المراحل المتقدمة هلأ كونه في المرحلة الثانية يعني حسب البروتوكولات العالمية لا يستطيع هذا الأمر استصال العقد النفوية في منطقة الرغبة كان بينه وبين المرحلة الثالثة يعني قد يفصلوا قد يفصلوا أيام أو أسرع مسافة بسيطة وبالتالي من خلال فحصنا السريري من خلال فحصنا الشعاعي بالصورة الطبقية وجدنا أنه ما فيه يعني نعود إلى المربع الأول موضوع الكشف المبكر موضوع الوعي والثقافة بمراجعة الطبيب ليس فقط أحبتنا طبيب الأسنان بأي اختصاص مختلف دائما الكشف المبكر يخدم المريض نفسه ويخدم أيضا الطبيب في حال اكتشافه بموضوع علاجه وموضوع أيضا إذا كان هناك عوارض أخرى أو متقدمة في بعض الأحيان دكتور محمد ومضاعفات قد تؤدي إذا كان في المراحل المتقدمة حبينا يكون في إضاءة من خلالك على موضوع جراحة الوجه والفكين والمعالج السنية على وجه التحديد شكر موصول لك دكتور محمد الشياب مساعد عميد كوريتي الطب بمستشفى الجامعة الأردنية وأخصائي جراحة الوجه والكفين أحبتنا تكنولوجيا بدأنا وتقنيات الآن بفقرة طبية وأكيد مستمرين معكم بحلقتنا اليوم الاثنين لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا اشتركوا في القناة